ينضم إلينا من العاصمة الأرمينية ييريفان موفاد الغد محمد فنيش أهلا بك محمد ما حقيقة الوضع الأمني في ناجورنو كارباخ والمناطق الحدودية في ظل تبادل الاتهامات بين أرمينيا وأذربيجان نعم الزمينة لينا هناك تبادل الاتهامات لكن هناك كذلك حقاق على عرض الواقع هناك قصف لا يزال مستمر على إقليم ناجورو كارباخ من طرف سلاح الجو الأدربيجاني المدعوم من تركيا المدنيين في حالة نزوح كبيرة جدا من إقليم ناجورو كارباخ خاصة نتحدث عن مدينة ستيبانا جريت وكذلك مدينة شوشي المستشفيات هنا في العاصمة ييريفان بدأت تمتلئ من الجرحى والمصابين هناك لاجئون كذلك باتوا بدون مأواف على مستوى الحدود حال المواصلات أو وسائل النقل باتت مزدحمة أو شفهمون عادمة بسبب كثرة الطلب من طرف النازحين الأدربيجان رسميا قالت أنها لن تتراجع عن القصف إلا بعد أن ترفع أرمينيا يدها عن الإقليم بحد تعبير أدربيجان التي قالت أن أرمينيا ساهمت في قصف قاعدة عسكرية جوية بمدينة جينجا نفت أرمينيا الدولة وأرمينيا الحكومة هذا الأمر واعترفت بحكومة إقليم ناجورو كارباخ التي قالت أنها قصفت القاعدة هناك كذلك معلومات غير مؤكدة الحديثة تقول أن مسؤول عسكري روسي كبير سيحل بأرمينيا يوم غد وأن روسيا الآن أصبحت تستعمل مصطلح الحرب بدل المصطلح السابق الذي كانت تستعمل كلمة كونفليكت أو النزاع وبالتالي تغيرت الأمور على الوجهة الإقليمية والدولية فرنسا ترى أن أدربيجان ما تقوم به غير مقبول لكن تركيا تعلن دعمها لأدربيجان وهذا ما حفز أدربيجان على الاستمرار في قصف الإقليم كذلك قالت أدربيجان أن بعض المحالات التجارية تم قصفها في مدينة كينجا لم نتعكد من هذا الأمر بعد لكن بحسب تعبيرهم قالوا أنه تم قصف مركز تجاري يوجد في مدينة كينجا وهناك تهديدات من أدربيجان بينها ستقصف بعام مدن في أرمينيا هناك تعهب هناك حالة من الاستعداد الأعلام الأرمينية ترفع الآن في جميع المنازل هذا العالم الذي تشاهدونه خلفه هو علم إقليم نغارو كارفاغ أو ما يسمى بجمهورية أرستان بدأ يرفع كذلك هنا في كل أماكن في أرمينيا هناك على مستوى النقل إلى ساحة الحرب أغلب الشباب الأرميني بدأ يتوجه إلى الخطوط الأمامية من الحرب نعم محمد فنش مفادنا إلى ياريفان شكرا جزيلا لك شكرا